أربعون لوحة أصلية من إبداعات الشاعري والكاتب والممثل ورسام الكركاتير الراحل صلاح جهين اجتمعت هنا في بيت السحيم الأثري بالقاهرة تحكي عن إبداع أحد رموز البسمة في مصر طبعاً ده بيدل على أن زملائه والأجيال الطالعة من بعديه يعني يعني عارفين قيمته وبيحبوه طبعاً بشكر جماعيات الكركاتير أنها عملت المعرض كان بيضيف على التكنيك بتاعه أو التكوين بتاعه شكل زخرفي بيتميز بيه صلاح جهين وبس واختبال حضرتك فإحنا هنا المعرض دون عبارة عن دراسة كل لوحة من هنا دراسة للتكوين للحركة للشخصية إزاي عمل الفي بالإضافة إلى كتابة أكثر من 160 قصيدة وعدد من الكتب أشهرها الربعيات عمل صلاح جهين رساماً للكركاتير لسنوات طويلة حيث لاقت أعماله لسيما في جريدة الأهرام رواجاً وشهرة كبيرة بعدما تميزت بخفة الدم والقدرة على النقد البناء عشرين سنة يرسم بشكل يومي بلا انقطاع فتخيل كم الأعمال اللي أنجزها صلاح جهين ده عشرين سنة بتقول أهرام بس فما بالك بالفترة بتاع صباح الخيار ففي تنوب شديد احنا حاولنا في المعرض ده أن احنا نلقي بعض الأضواء على مراحل مختلفة في شغله كفنان كاركتير صلاح جهين ده هو طبعاً أستاذنا ومدرسة كبيرة وتعلمنا من شغله صحيح أنا ما شفناهوش بس الأعمال بتاعته احنا تعلمنا منه الشغله زي أختار النقطة وأعمل شغل لدحك طريقة سلاسة بسيطة يأتي المعرض ضمن سلسلة بعنوان من تراث الكاركتير تهدف للحفاظ على هذا التراث والتعريف بمبدعيه ورواده الذين أثروا الحركة الفنية وعبروا عن أهم الأحداث التي مرت على مصر والعالم هذه اللوحات هي لمحة من إبداع أحد أهم رسام الكاركتير في مصر الذي تميز في مسجل نقض الساخر وسرد التاريخ بالابتسامة مين حبيب قناة الغد القاهرة